السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة الإشارة أستاذ عبدالسلام المغيني اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني المتوسط سوف نتحدث عن المظاهر البشرية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي النشاط الاقتصاد وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق الدرس السابق كان يتحدث عن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قامت بعدد من الإحصاءات السكانية بعدد من الإحصاءات السكانية لدول مجلس التعاون في فترات متفاوتة وفي عام 1401 إلى عام 1441 في عام 1401 قدر على سكان دول مجلس التعاون 12 مليون ونص تقريباً وفي عام 1416 وصل إلى 25 مليون نسمة وفي عام 1425 وصل إلى 33 مليون نسمة وفي عام 1431 وصل إلى 39 ونص مليون نسمة وفي عام 1439 وصل إلى 55 ونص مليون نسمة وفي عام 1441 وصل عاد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى 57 و700 ألف مليون نسمة كذلك تحدثنا عن الذي هو عدد سكان شهد نمو كبير وسبب زيادة عاد سكان دول مجلس التعاون زيادة الموارد الاقتصادية دول مجلس التعاون كذلك تحسن الخدمات الصحية وكذلك توافر فرص العمل الكبير وهو ما أدى إلى وفود المزيد من الأيدي العاملة هذه أسباب زيادة النمو سكان كذلك تحدثنا في الدرس السابق عن الخصائص المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذكرنا من هذه الخصائص أن دينهم واحد وهو الإسلام وهو أهم هذه الخصائص كذلك ذكرنا أن أصولهم واحدة وهو إلى قبائل عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية كذلك من الخصائص المشتركة أن لغتهم واحدة وهي اللغة العربية كذلك قلنا أن دولهم متجاورة وجميعها تشرف على الخليج العربي خمسة يجمع بينهم تاريخ مشترك كذلك من الخصائص المشتركة أن عداتهم وتقاليدهم متقاربة كذلك من الخصائص المشتركة في دول مجلس التعاون تشابه أنشطتهم الاقتصادية قديما وحديثا هذه الخصائص المشتركة درسنا اليوم النشاط الاقتصادي نشاط الاقتصادي أهداف الدرس أن يستنتج الطالب الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون أن يستنتج الطالب الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون أثنين أن يعدد الطالب خطوات تحسين الإنتاج الحيواني وزيادته في مجلس التعاون أن يعدد الطالب خطوات تحسين الإنتاج الحيواني وزيادته في دول مجلس التعاون ثلاثة من الأهداف أن يذكر الطالب العوامل التي ساعدت في تطوير الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه أهداف الدرس أن يستنتج الطالب الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون أن يعدد الطالب خطوات تحسين الإنتاج الحيواني وزيادته في دول مجلس التعاون كذلك أن يذكر الطالب العوامل التي ساعدت في تطوير الصناعة في دول مجلس التعاون تمهيد يمثل سكان دول مجلس التعاون دول الخليج العربي أهمية كبيرة من حيث التوزيع والنشاط الاقتصادي يمثل سكان دول مجلس التعاون دول الخليج العربي أهمية كبيرة خاصة في التوزيع وفي النشاط الاقتصادي فما أبرز مظاهر البشرية في دول مجلس التعاون النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون كانت دول مجلس التعاون محدودة الموارد كانت دول مجلس التعاون محدودة الموارد بسبب الجفاف وطبيعة البيئة الصحراوية وخلو أرضها من الأنهار وقلة الموارد المائية كانت دومة ستعون محدودة الموارد بسبب الجفاف وطبيعة البيئة الصحراوية وخلو أرضها من الأنهار وقلة الموارد المائية لذا اعتمد السكان القريبون من البحر على ما أودع الله فيه من خيرات مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ اعتمد السكان القريبون من البحر على ما أودع الله فيه من خيرات مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ وأما سكان المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية بالمية هذه المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية بالمية وقد تطورت وتنوعت الأنشطة الاقتصادية في دول مدس التعاون متى بعد اكتشاف النفط فظهرت أنشطة اقتصادية أخرى كاستخراج النفط والمعادن والصناعة والتجاهرة وازدهرت كذلك السياح هذا مقدم عن النشاط الاقتصادي كانت دول مدس التعاون محدودة الموارد بسبب الجفاف وطبيعة البيئة الصحراوية وخلو أرضها من الأنهار وكذلك قلة الموارد المائية لذا اعتمد السكان القريبون من البحر على خيرات هذا البحر مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلاء أما في المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية بالمياه وقد تطورت وتنوعت الأنشطة الاقتصادية في دول مدس التعاون بعد اكتشاف النفط بعد اكتشاف النفط فظهرت أنشطة اقتصادية جديدة مثل استخراج النفط والمعادن والصناعة والتجارة وكذلك السياحة أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مدس التعاون صيد الأسماك أهم الأنشطة صيد الأسماك اثنين الزراعة والثروة الحيوانية الزراعة والثروة الحيوانية كذلك من أهم الأنشطة النفط والثروة المعدنية كذلك الصناعة من أهم الأنشطة والتجارة من أهم الأنشطة هذه أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مدس التعاون صيد الأسماك صورة أضح من البحر الزراعة مربوط بالثروة الحيوانية كذلك النفط والثروة المعدنية كلها استخراج من الأرض بعد الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والثروة المعدنية تأتي الصناعة وبعد الصناعة يأتينا التجارة تأتي التجارة هذه أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مدس التعاون نأتي للزراعة والثروة الحيوانية الزراعة أولا الزراعة توسعت دول متس التعاون في القطاع الزراعي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي توسعت دول متس التعاون في القطاع الزراعي لماذا؟ لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي فاتخذت خطوات من هذه الخطوات واحد استصلاح الأراضي البور وتوزيعها على المواطنين مجانا استصلاح الأراضي البور وتوزيعها على المواطنين مجانا كذلك من الخطوات اثنين إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل الاستفادة منها في الزراعة إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل الاستفادة منها ثلاثة من الخطوات إنشاء السدود للاستفادة من المياه إنشاء السدود للاستفادة من المياه أربعة من الخطوات كذلك إنشاء المزارع التجريبية ومراكز البحوث لتحديد المحصولات الزراعية التي تناسب الأوضاع الطبيعية في المنطقة هذه أهم الخطوات التي اتخذتها دومة ستة عاون كذلك لتحقيق الأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي استصلاح الأراضي البور وتوزيعها على المواطنين مجانا إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل الاستفادة منها كذلك إنشاء السدود لاستفادة من المياه وإنشاء المزارع التجريبية ومراكز البحوث لمعرفة المحصولات الزراعية في الأوضاع الطبيعية في المنطقة كذلك تقديم المساعدات الزراعية تقديم المساعدات الزراعية وكذلك الإرشاد الزراعي مجانا للمزارعين خمسة تقديم المساعدات الزراعية وكذلك إرشاد زراعي مجانا للمزارعين ستة تقديم القروض للمزارعين تقديم القروض للمزارعين ومن المحصولات الزراعية المهمة والأساسية التي تنتجها دومة ستة عاون التمور التمور والحبوب وكذلك الخضار والفاكهة لكنها لا تكفي للطلب المتزايد لذا نجد دومة ستة عاون تستورد جزءا من احتياجاتها من المحصولات الزراعية أهم المنتوجات التمور الحبوب الخضار والفواكه ولكن هذه المنتجات لا تكفي الطلب المتزايد لذا نجد دومة ستة عاون تستورد جزءا من احتياجاتها من المحصولات الزراعية وقد حققت المملكة العربية السعودية اكتفاء ذاتي من انتاج التمور من انتاج التمور هذه أهم المحصولات الزراعية المهمة والأساسية تمور حبوب خضار وفواكه ولكنها لا تكفي الطلب المتزايد فتنجد دومة ستة عاون تستورد جزء من احتياجاتها المملكة العربية السعودية اكتفاء ذاتيا من انتاج التمور تقويم مرحل اذكر أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحن نعطيكم وقت ونرجع لكم رجعنا لكم كان السؤال يقول اذكر أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم الأنشطة الاقتصادية صيد الأسماك الزراعة والثروة الحيوانية الصناعة والثروة المعدنية وكذا النفط والثروة المعدنية الصناعة والتجارة نأتي إلى الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية في دومة ستة عاون اعتنى سكان دومة ستة عاون منذ القدم بتربية الماشية ولما أنعم الله عز وجل عدد دولمة ستة عاون بالنفط وتحسن مستوى المعيشة زاد عدد سكان وعدد الوافدين زاد عدد سكانها وعدد الوافدين إليها فزاد الطلب على اللحوم والألبان ومشتقاتها ومن أجل تحسين الانتاج الحيواني وزيادته اتخذت دولمة ستة عاون خطوات خطوات لتحسين الانتاج الحيواني وزيادته ومن هذه الخطوات تقديم الخدمات البيطرية والعناية بالحجر الصحي واللقاحات هذه من أهم الخطوات تقديم الخدمات البيطرية والعناية بالحجر الصحي واللقاح اثنين من أهم الخطوات تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن ثلاثة من أهم الخطوات تحسين السلالات تحسين السلالات هذه أهم الخطوات التي اتخذتها دومة 6 عاون في تحسين الانتاج الحيواني وزيادته تقديم الخدمات البيطرية العناية بالحجر الصحي واللقاحات تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن وتحسين السلالات وقد ساعدت هذه على زيادة الثروة الحيوانية ولكن لم يكفي حاجة السوق المتزايدة لماذا؟ لارتفاع معدلات استهلاك اللحوم وهو مضطر دومة 6 عاون إلى استيراد ما يسد الاحتياج من اللحوم والماشية من دول أخرى هذه الثروة الحيوانية نأتي إلى صيد الأسماك صيد الأسماك قال تعالى وهو الذي سخر البحر ليتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وليتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقد كان صيد الأسماك من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية إذ يشتغل به معظم السكان في تلك المناطق وبعد ظهور النفط وتحسن الحالة الاقتصادية قلت أهمية حرفة صيد الأسماك لدى السكان من الذي يعمل الآن؟ فحلت الطرق الحديثة للصيد وأنشئت شركات متخصصة في صيد الأسماك وسنة أنظمة وقوانين للصيد البحري بجميع أنواعه صيد الأسماك كان صيد الأسماك أهم مصدر دخل للسكان المناطق الساحلية إذ يشتغل في المناطق الساحلية وبعد ظهور النفط وتحسن الحالة الاقتصادية للسكان المناطق الساحلية قلت أهمية حرفة صيد الأسماك فحلت الطرق الحديثة للصيد وأنشئت شركات متخصصة وسنة كذلك أنظمة وقوانين للصيد البحري بجميع أنواع هذا صيد الأسماك ثلاثة النفط والثروة المعدنية ثلاثة النفط والثروة المعدنية لدى دول مجلس التعاون أهمية كبرى بين دول العالم من حيث الإنتاج والاحتياطي في مجال النفط وكذلك الغاز الطبيعي وقد كان لظهور النفط أثر كبير في تغيير حياة سكان دول مجلس التعاون كما أن فيها بعض المعادن غير النفط في معادن ذات الأهمية صناعية مثل البوكسايت والفوسفات والذهب واستثماراً لهذه الثروات رسمت دول مجلس التعاون خططاً تنموية شملت جميع نواحي هذا النفط والثروة المعدنية وأهم المعادن الموجودة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودينا هنا مصنع صورة لمصنع تكرير النفط مصنع لتكرير النفط الصناعة كانت الصناعة في دول مجلس التعاون في الماضي حرفاً يدوية كانت الصناعة في الماضي حرفاً يدوية مرتبطة بحاجة السكان إما سلال وإما حبال مثل صناعة المواد المنزلية وأدوات الزراعة مثل الفاس والأحذية وصناعة الفخار أما في الوقت الحاضر الآن فتعد الصناعة من أهم عناصر الاقتصاد في دول مجلس التعاون وأقوى الصناعة كانت الصناعة في دول مجلس التعاون في الماضي حرفاً يدوية مرتبطة هذه الحرف بحاجة السكان ومن أهمها صناعة المواد المنزلية وأدوات الزراعة والأحذية وكذلك صناعة الفخار أما في الوقت الحاضر فتعد الصناعة أهم عناصر الاقتصاد في دول مجلس التعاون وأقوى نأتي إلى العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة ومن العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة واحد توافر مصادر الطاقة النفط والغاز وكذلك المواد الخام توافر مصادر الطاقة وجود رأس مال كذلك التشجيع الحكومي من العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة توافر البنية الأساسية واكتمالها كذلك من العوامل استعمال التقنية الحديثة سادسا توافر النقل والمواصلات من العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة سبعة توافر الأيدي العاملة المدربة ثمانية كثرة الأسواق كثرة الأسواق هذه أهم العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة وتسعى دول مجلس التعاون دول خيجي عربي إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتسعى دول مجلس التعاون إلى التكامل الاقتصادي بينها لوجود مقومات النمو الاقتصادي في هذه الدول لدينا هنا صورة لمصنع الأسمنت تقويم ختامية ما العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربي أهم هذه العوامل توافر مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والمواد الخام كذلك وجود رأس مال ثلاثة التشجيع الحكومي أربعة توافر البنية الأساسية واكتمالها خمسة استعمال التقنية الحديثة ستة توافر النقل والمواصلات سبعة توافر الأيدي العاملة المدربة وكذلك ثمانية كثرة الأسواق هذه أهم العوامل التي ساعدت في تطوير الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كذا نهينا درسنا اليوم شاكرا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم